ومعانا دلوقتي الأستاذ هاني عفيفي مخرج عرضة عن العشاء أهلاً مع حضرتك أهلاً وسهلاً طيب أنا مبدئين كده عايز أعرف ليه كتاب طوء الحمامة هو الكتاب نفسه جذاب جداً بشكل أدبي وفني يعني هو كتاب ثري جداً يمكن يكون أهم كتاب في التراث العربي كله تناول تفاصيل أفكار الحب يعني متنوع جداً وغني بالحكايات والأشعار والأفكار كمان فيه بعد آخر أنا شفته في الكتاب أنه عالم في الدين الإمام ابن حزم الأندلوسي هو كاتب الكتاب عالم في الفقه الإسلامي وأحد رواد المذهب الفقهي الشهير المذهب الظاهري مألف أهم كتاب في التراث العربي في الحب فكرت أنه دف حد ذاته كفاية أنه يكون رد عملي على الأفكار المتشددة المنتشرة لأيام دي عن تحريم الفن وتحريم الحب وتحريم الاختلاط وتقزيم حجم المرأة في المجتمع العربي ده في حد ذاته أنه ده في حد ذاته يراجع الأفكار السلبية المتشددة المنتشرة دي هنا بقى عايز أسألك ليه اخترت أن الموسيقى بتاعة السيدة أم كلسوم تبقى عصفها حي ما تبقاش بلايه باك مثلاً؟ أولاً أقول لك لماذا اخترت أم كلسوم بالذات؟ لأن أم كلسوم هي كمان صاحبة كتاب مهم في الحب مثلها ابن حزم الأندلسي العرض اسمه عن العشاء العرض اسمه عن العشاء نسبة ليه عن العشاء سألوني أغنية أم كلسوم المشهورة فإحنا كأننا بنسأل ابن حزم الأندلسي في الحب وهو بيجاوب علينا من خلال الكتاب ومن خلال أغنيات أم كلسوم في حاجة في الكتب التراثية اسمها الشواهد الشعرية زي ما بنقول في العمية كده على رأي المثل ونقول مثل يناسب الموقف اللي احنا بنحكي عنه في الكتب التراث بيورد الكاتب الفكرة ويقول أشعار تناسب الفكرة احنا استبدلنا الشواهد الشعرية دي بكبلهات من أغنيات كوكب الشرق أم كلسوم اللي بنعتبرها هي صاحبة كتالوج في الحب ما ثبتش فكرة في الحب إلا وقالتها زيها بالزبط زي كتاب توق الحمامة للإمام ابن حزم الأندلسي أما العزف الحي فهو واحد من مفردات نجاح العرض اللي يعني أنا قلت لأنه يكون في مكان أثري يشبه الجو الأندلسي اللي تكتب فيه الكتاب يعني أنت اللي اخترت قصر الأمير طاز آه طبعا أنا لفيت كل البيوت الأثرية اللي ممكن يبقى فيه برتكول بين وزارة الأثار ووزارة الثقافة آه أنه نقدر نستخدمها في العرض لحد ما استقريت على المكان علشان هندسية المكان وطاقة الجمهور يعني الأسباب فنية طب لأ قولي من وجهة نظرك اختيارك للقصر ده هيديف إيه للمسرحات يعني هيديف إيه للمتفرج اللي جاي تفرج على المسرحات آه أولا يعني نسبة كبيرة من المصداقية والروح أنه يبقى قاعد في مكان شبه قوي القصص الأصلية اللي تكتبت أيام ابن حزم من ألف سنة في العصر الأندلسي كمان الجو دايما هنا في صحن القصر دايما الجو جميل ومنفصل تماما عن السخب والدوشة بتاعة الحياة العصرية اللي بره في المردينة اللي بمجرد ما تخرجي من الباب هتلاقي الدوشة بتاعة الطريق والإزعاج آه فهو بيقضي وقت منفصل خالص عن الواقع المزعج اللي احنا بنعيشه في الشارع آه تاني حاجة آه اللي عايز فين متوزعين في المكان فبصريا وسمعيا المطلقي هيستمتع يعني آه طب وليه تحديدا القصر داي انت قلت أنك دورت في أماكن كتيرة واستقاريت في الآخر على قصر الأمير طاز هو أولا لأسباب لأسباب يعني نقدر نقول فنية أو تقنية يعني لأسباب الإخراج أنه الحكايات ينفع تتنوع بصريا في أماكن متعددة أنه أقدر زي نقدر نقطع المشاهد على في جغرافيا متعددة في سنغرافيا متعددة يعني في المكان طيب أنا عايز أعرف أنت بتختار الممثلين بتوع العروض بتاعك بناء على إيه يعني أنا دلوقتي عندي عرض زي عن العشاء عرض قوي محتاجة حد أو محتاجة ناس كتيرة تكون بتعرف تمثل وتعرف ترقص وتعرف تغني عرض شامل ومتكامل بتختار الناس دي بقى بناء على إيه هو كل يعني كل دور في كل عرض ليه خصوصيته يعني في مبادئ عامة أنه يكون بمثل كويس أنه يكون ملتزم أنه يكون جد دي مبادئ عامة المبادئ الخاصة اللي تخص بقى الحالات الخاصة بتاعت كل دور وكل عرض هنا مثلا لازم يكون يعرف ينطق عربي كويس مش كل الناس بتتكلم عربي اللغة العربية فصحة في العرض لكن فيه أجزاء باللغة العربية الفصحة مخارج ألفاظه يعني تبقى كويسة مش لازم يكون فصحة بس يعني عنده اللغة موجودة أيوة وكمان لا هو مخارج الألفاظ دي تخص كل التمثيل يعني أي ممثل بالعمية أو بالعربي لازم مخارج الألفاظه يكون سليمة لكن مخارج الألفاظ الدقيقة يعني بتاعت الثين والذيل والضاء واللغة العربية الفصحة يعني يكون عنده ملكة اللغة شوية بيعرف يشكل لو شكلنا النص يقدر يقرأ كويس تاني حاجة يخص العرض أنه فيه شخصيات متنوعة بيمثلوها فيكون قادر على تمثيل كوميدي وتراجي دي في نفس الوقت قادر أنه يقدي أداء صوت يغني مش لازم يبقى مطرب قوي بس يقدر يبقى عنده شوية تنوع في المواهب يعني مختلف عن أي ممثل تاني لأي عرض تاني عمدت واشكرك جدا جدا ونورتني في الفن شكرا شرفتون شرفتون شكرا للمشاهدة